بس ده بيتطلب مننا جهد مستمر وكل شريك من الشركاء يلتزم انه يتغلب على التحديات وتعزز العلاقة وعشان كده انا اقول لكم شوية اجراءات لطيفة خالص 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 تساعدكم على بداية المهارة دي اول حاجة لازم ببساطة خالص نحدد وقت كل يوم نسمع بعض لازم كل يوم نسمع بعض على الاقل نص ساعة على الاقل نص ساعة نص ساعة نسمع بعض يعني ايه نص ساعة نوعنا نتكلم لو حبيته اقول لكم خبرتنا بتقول ايه تلت ساعة للزوجة وعشر دقائق للزوج ليه انا كده مش عشان بدي الزوجة اكتر ما تستعجلوش رجالة ما يستعجلوش لا لان رجالة كلامه مليل هيجي لو خدته خمستاشر دقيقة وهي خمستاشر دقيقة بعد خمس دقائق هو يعطل يبقى انا ضريت الرجال يبقى يخليه ناخد عشرين دقيقة للزوجة وعشر دقائق للزوج فأي انا سامع واحدة بتقول لي ده انا جوزي اصلا كلامه كتير احنا بنتكلم على الاشياء المعتادة اللي موجودة عند الناس كلها يبقى نتكلم نص ساعة على الاقل تاني حاجة لازم ببساطة خالص نتعود ان احنا يكون لنا وقت خاص مع بعض بنتذكى لازم فيه تمانين مهم جدا اسمه انشاء الزكريات انشاء الزكريات ده ايه اللي حاصل عارفة النهاردة وفي تكري التاريخ ده انا النهاردة حسيت قد ايه انت في حياتي شيء مهم وانا عايزك تفتكر التاريخ ده التاريخ ده انا حسيت ان انا مش هقدر اكمل حياتي من غيرك التاريخ ده هو التاريخ اللي انا حاسس به بان مصرنا واحد هنفضل مع بعض طول حياتنا والتأكيد على ده شيء مهم جدا الحاجة التالتة كمان خلوا عندكم حصة كل يوم من الامتنان تمتنوا على شيء جايد هي كنت انت بتدور على الالم فجيت انت لقيتها جايبها لك الالم وحطهولك في مكانها انت هي نزلت وما رتبتش السرير فانت رتبت لها السرير فهي هتمتنلك على انك انت الكلام ده وتقولك حبيبي انا حاسة ان انت مقدر متعبي وشكرا اوي ليك وهي انت عارف ان الالم ده عزيزة عليها ازاي وانا شكرا اللي انت جبتهولي الامتنان عن حاجات صغيرة فعلية بتحصل في حياتنا بيصون العلاقة وده فن من فنون صيانة العلاقة وفن من فنون التخفيف عن الناس تخيل كده ايه لما تيجي كده مضغوطة وحاسة انها هتعمل ايه هي انت مش واخد بالك يا اول حاجة بتقابلها هروح هلاقي السرير متبهزة وقع ما اعرفش ايه فجت لقيت السرير متردت ده في حد حاسس بيه الحمد لله ان في حد حاسس بيه يا سلام على الهدود اللي يا حسن ده حاسة بقد ايه انا في حاجات كتيرة صغيرة كده بتساعدني شكرا ان هي حاسة ان انا ان هي اللي لقيتلي القلم ده هيساعدني وخد من ده بقى كتير الامتنان ده بيخليك دايما حاسس الاتصالات بقى المفاجأة كل واحد مش تتصل بيه تقول له انت فين ولا يوه يتصل بيك بتعملي ايه حبيبي ازايك ان شاء الله انا حسيت ان انا عايز اكلمك وقولك احنا ممتنين لحضر ممتنين لك انت حياتنا استمر كده في العمل وانت حاسس ان احنا بندعيلك انا بدعيلك والله افتكرتك وبدعيلك ونقف للتريفون لنطلب حاجة ولا ايه حاجة اتصال في وسط اليوم يفرق كل الضغوط على الشخص ويحس ان هو لسه بدل يوم من جديد يا رب الهمنا يا رب ان احنا نكون قادرين ان احنا ندير ضغوط حياتنا الزوجية مش بس ندير ضغوطنا حياتنا الزوجية عشان نتخلص من الضغوط ولكن نخلي كل اوقات الضغوط كل اوقات التحديات اوقات لفرص نقرب فيها من بعض من قدار ضغوطه الزوجية فتحت له ابواب السعادة بالمنح الربانية والمدد الالهي يا رب اجعلنا دوما من اهل الحكمة ومن اهل الرشد يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين هنطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نستقبل اسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة